موسيقى اما بلحقوا بجيبوه عنا او ما بلحقوا يعني كون توفى عندهم يعني مشكلة كتير كبيرة في في مشكلة تانية عم نعاني منها انه هي نقص الملستلزمات الطبية والمواد الاولية للمشافي ففي اقسام ناقصنا منها العناية المشددة للطفل احد الحالات اللي يجتنا فيه طفل بده عناية مشددة اضطرينا نحطه بقسم انه نحن نعتني فيه قدر المستطاع فما تحمل وتوفى موسيقى هات الحالات اللي يجتنا فيه طفل بده عناية مشددة اضطرينا نحطه بقسم انه نحن نعتني فيه قدر المستطاع فما تحمل وتوفى وميا ممكن تعدي علينا ثلاث حالات لأربع حالات هدول بحاجة لتحويل خارج حلب يعني بدهم عناية شديدة للمشافي برا نحن كنا عم نحول ع تركية بسبب نحن ما عنا مشافي تحمل هالوضع هاد او عناية تحمل هالوضع هاد بسبب انه ماضى المشافي تحمل هالشي بسبب قصف المشافي وتدميره بالكامل موسيقى 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 أما يعطى الطفل برغض هذا أثر عليها كثيراً الطفل وسبب لها حالة الوفاة بيحاجة لحليب بيحاجة لغزاء بيحاجة مثلاً لسيريلاب بيحاجة لفواكه الأطفال في عنا أطفال من ستة شهر مثلا بيحاجة لبيض بيحاجة لفواكه التغذية أول عام بالعمل ستة شهر فهم محتاجين هاي التغذية وللأسف يعني ما موجودة هون اتقروا الأهالي طعمون الشيء الموجود الموجود هون ضمن هاي المنطقة وهذا الشيء أثر عليهم كثير وقدى لحالة الوفاة الوضع كثير صعب كثير شديد وكثير حرج لأن هون الأطفال يعني رايقص أكتر للمعدات الطبية ورح يصير رح يصير جوع أكتر ورح يصير ترتفع أكيد سوء التغذية حالات سوء التغذية رح ترتفع كثير في هاي الحالة سوء التغذية ها حالات سوء التغذية اشتركوا في القناة